دعم أمريكي عسكري يقدم إلى دولة الإمارات بعد أن عصفت بها عدة ضربات من قبل جماعة أنصار الله الحوثية المدومة إيرانيا دعم أفصح عنه الجنرال كيث مكينزي قائد الكيادة المركزية الأمريكية خلال زيارته لنظرائه الإماراتيين تحركت الولايات المتحدة بسرعة كبيرة لمساعدة صديق قديمة عندما تعرضت الإمارات للهجوم لقد أحضرنا مدمرة صاروخية موجهة يو إس إس كول التي تحوي قدرات دفاعية صاروخية باليستية ستكون لبضعة أيام في جبل علي وستقوم بدوريات في مياه الإمارات خلال الأسبوع المقبل أيضا سنحضر سربا من مقاتلات إف إثنين وعشرين تعزيزات عسكرية أمريكية بالتزامن مع استئناف مفاوضات فيينا بشان الاتفاق النووي حيث تتصعد المخاوف من إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق نيوردي واشنطن وطهران زيارة مكينزي إلى منطقة الخليج لم تكن الوحيدة إذ أجريت مباحثات في الرياض بين وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير مع يائيل لامبريت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بهدف إيجاد حل سياسي للصراع الدائر في اليمن مساء دبلوماسية طارة من أجل الوصول إلى معادلة حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وطارة أخرى عسكرية لبناء خط دفاع للحد من تهديدة إيران ووكلائها بينما يدرس المسؤول الأمريكيون إمكانية وضع جماعة الحسي على قائمة الإرهاب